اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله النهاردة أكتر يوم الصحابة مجمعين على أنها ليلة الأدر ليلة 27 يوم 26 بالليل كثير من الصحابة على رأسهم حبر الأمة يعني عالم الأمة سيدنا عبد الله بن عباس يرى أن ليلة الأدر ليلة 27 وليلة القدر لها معاني كتير عند العلماء من ضمن المعاني اللطيفة اللي يقولوها أن اللي يعبد ربنا في هذه الليلة يرتفع قدره عند الله سبحانه وتعالى عشان كده إحنا بنتقابل يوميا وبالذات كمان بنتمنى أن ربنا واحد كان يعني بيدعي كده أن ربنا يأذن لي إحنا نلتقي ودينا بنلتقي النهاردة كمان في خاطرة الفجر في يوم هو خير عند الله من ألف شهر بعض العلماء يقول اللي يعبد ربنا النهاردة بأي عبادة تكتب له في الميزان كعبادة ألف شهر من جنس العبادة دي فاللي صلى بيصلى بيقاله ألف شهر واللي بيعبد بقراءة القرآن واللي واقف نبطشي في شغله بيشتغل علشان ورديته في وقت زي ده بيخدم الناس وبيسعى على أكل عيشه كل هؤلاء في عبادة في الميزان الكام ساعة دول أفقل عند الله خير من ألف شهر وأنا حاسس أننا مش لاقي حاجة أقولها إلا أننا أرفع إيديه السيدة عائشة تقول له يا سيدنا النبي في اليوم اللي زي ده نقول إيه؟ قال لها أقولي يا عائشة اللهم إنك عفو اسمع تحب العفو وهنا يظهر معنى الوهب في ناس مننا ربنا هيسامحهم الأغلبية مش عشان هما يستحقوا عشان هو بيحب يسامح اللهم إنك عفو على فكرة تمشي الجملة فاعفو عنا لكن النبي قال لنا أهم حاجة يعني إيه؟ أو من أهم الأشياء اللي لازم نعرفها إن الله بغض النظر أنا أستحق أو لم أستحقش هو بيحب يسامح اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا وإحنا كغلابة خطائين من نشغل الدعاء فتعالوا كده النهاردة إيه؟ كم دي أدول ما يجري الله على قلوبنا وألسنتنا من الدعاء لعلها تكون وإحنا درجأنا تكون ساعة إجابة فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاكتب لنا عندك أقدار شريفة اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقدر لنا فيها كل خير اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقدر لنا فيها أرزاقاً واسعة فيما نستقبل من أعمالنا اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقدر لنا فيها التيسير فيما صعب علينا وعسور علينا من حياتنا اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاكتب لنا فيها النجاح فيما نستقبل من أعمالنا اللهم افتح لنا كل باب مغلق اللهم افتح لنا في الرزق كل باب مغلق افتح لنا في الشفاء كل باب مغلق افتح لنا في العمل والتربية والزواج وكل ما نبغيه منك افتح لنا فيه كل باب مغلق اللهم أنزل علينا السكينة يا صاحب العون والأياد المعينة اللهم أنزل السكينة على بلادنا وأنزل السكينة على بيوتنا وأنزل الطمأنين على قلوبنا اللهم اطرد شياطين الجفاء والفرقة والقسوة من قلوبنا ومن بيوتنا اللهم يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم أقبل بقلوبنا عليك وأوقف أجسادنا بين يديك نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك ونعوذ بك من عين جامدة لا تدمع حنينا بين يديك اللهم اكتب لنا يا ربنا في هذه الليلة النجاة من النيران اكتب لنا النجاة من النيران اكتب لنا العفو عن كل كبيرة كنا نجترئ بها عليك اللهم إنك أنزلت علينا نعم فاجترأنا بها عليك وفعلنا معاص كبائر وصغائر اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والرضى نظرة تمحو بها ذنوبنا من صحائفنا وتمحو بها تعلقنا بذنوبنا في الدنيا يا رب أذنبنا ثم تعلقنا بالذنوب فامحو هذا التعلق من قلوبنا اللهم لا تجعل جراحنا بأيدي أحبابنا ولا تجعل جراح أحبابنا بأيدينا اللهم اجعلنا حنانا وعطفا وعطاءا وكرما على ما نحتاج إلينا وحنن قلوب من أحوجتنا إليه يا رب العالمين علينا اللهم احفظ لنا مشايخنا احفظ لنا أزهرنا احفظ لنا مشايخنا احفظ لنا مشايخنا رضي عنا مشايخنا اللهم بارك في أزهرنا وفي مشايخنا وفي كل من علمونا اللهم ارزقنا البطان الصالحة التي نرى بها الخير ونجتنب بها الشر اللهم أنزل على بلادنا الأرزاق الواسعة اللهم احفظ بلادنا وأنزل علينا الأمان في بلادنا يا رب الأرض والسماء اللهم أنزل على بلادنا الأرزاق الواسعة والأمان ويسر علينا جميعا كل عسير اكتب لنا النفع للبلاد والعباد يا مولى الموالي اللهم ارحم من مات في العام الماضي وانتقل إلى جوارك ومن انتقل إلى جوارك انتقل إلى سعة الرحمة وأنت على ذلك قدير أشرق بنورك على قبور أحبابنا الذين ماتوا يا من أنرت الدنيا بالشمس أشرق بنورك يا نور السماوات والأرض على قبورهم اللهم واشف مرضانا يا رب العالمين اشف أبداننا من الآلام اشف قلوبنا وعقولنا من المخاوف والأوهام اللهم وفقنا فيما نستقبل من حياتنا اللهم لا تغرب شمس رمضان إلا وقد غربت بذنوبنا ولا تطلع شمس اليوم إلا وقد أشرقت علينا وأنت تحبنا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم اجعل رمضان بداية وصل معك ولا تجعل انقطاع رمضان بداية الانقطاع معك واجعلنا يا رب على ما تحب وترضى دائما يا مولى الموالي دائما يا مولى الموالي دائما يا رب الأرض والسماء انظر لنا نظرة حب ورضا لا نشقى في الدنيا أبدا وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا وصل اللهم وسلم وبارك على شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين شوفكم بكرة بإذن الله في خاطرة الفجر على خير إن شاء الله السلام عليكم